أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطور ملحوظ في إطار الحرص المتبادل لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع أولويات مبادرة الحزام والطريق جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها صباح اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصينية الذي يؤقد بالعاصمة الصينية بكين واسمح لي في هذا الصدد أن أشيل على نحو خاص بالعلاقات المصرية الصينية وودا أنوه في هذا الإطار إلى مرور عشرة أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين